طيب انت اشرت الى حد كمان كانت اضافة نوعية مهمة احمد القندوسي هنشوف كلام احمد القندوسي بعد فوز الاهل على المقولين ونرجع نسأل المهندس عدلي سؤال مهم جدا رابط بين كل دول احنا بنعمل بجد عشان نكسب مباراة وكما شفت اليوم الحمد لله كسبنا مباراة مهمة وانا قدرنا نبعد المنافس لمورانا وان شاء الله احنا رح نجير مباراة بعد مباراة وهذه مباراة هي اللي رح تخلينا رحه بمعنويات كبيرة لجنوب افريقيا القندوسي وسر الانسجام والروح الكبيرة جدا في قط اللبس مع لعابة النادي الاهلي ومستر كولر وكابتن سامي ومصان كابتن سيد ازاي قدرت تنسجم سريعا كده مع الكبات الكبارة مع لعابة النادي الاهلي فترة او ليلة جدا قندوسي الحمد لله وما جيت مع الفريق جديد ما حسيتش اني لعب جديد نسجمت معهم في المجموعة بسرعة لانهم هم عملوني كاني لعب معهم منذ مدى سانداونز عدنا كمان مباراة القطن لكن البداية سانداونز شايف المباراة ازاي ممكن امور تصعبت شوية احمد بالنسبة للمجموعة لكن سقطنا كبيرة جدا فيك وفي الجهاز الفني شايف صعوبة المباراة ازاي وتستعدوا لها ازاي والرغبة عند القندوسي ازاي في هذه المباراة احنا كما قلت لك ربحنا اليوم هذه المباراة هي اللي راح تخلينا نروح بمعنويات كبيرة الجنوب الفريقية احنا ما عدنا حتى حل واحد اخر من غير الفوز لانه نكسب مباراة ايضا عشان تبين الحلول في المجموعة واحنا ان شاء الله نحجز مقاعد في الدور ثاني ان شاء الله شو طول عليك لكن رسالة الجمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيدعم وبيأزرج بشكل شخصي كمان يا احمد ولسه منتظر منك كمان تحب تقول الجمهور النادي الاهلي فهذه اللحظة نشكر جمهور الاهلي بزاف ونقول لهم التفوا معنا مع الفريق عشان انتم مع نصف الفريق حاجة غريبة سيد سبراهيم السلاسي حتى الملامح وراهيم من بعضه ملامح الشخصية طريقة الكلام الجدية مع الصدق تشعر بحاجة كويسة قلوب قلوب كويسة طريقة الكلام يعني والتلاتة طبعا قالوا عملت استعاب زميلهم ليهم كتعاملة ازاي ما حسناش بالغربة ما حسوش بالغربة ودي مهمة جدا لان قدروا ينسجموا بسرعة قدروا يعني يؤدوا ويكسبوا ثقة الجهاز الفني والجماهير نتمنى ليهم التوفيق نتمنى بإذن الله القادم من الأيام أستاذ إبراهيم نشوف حاجات أحسن من الناس باستمرار يعني وعلى فكرة أنت لما تشوف كمان طريقة التعامل يعني المجالك يعقوبه والحرص أنك تكشف مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر تعتذر ده معنى أنك أنت مش عايز تدي أي مجال لنكتب أولا ومخاطرة بسيطة يعني أولا فلوس ثانيا بتحجز مكان مهم جدا على حساب إضافات ممكن تجيلك بعدين أو موجودة في الفرقة بالفعل طريقة دلوقتي الانتقاء في العالم كله الملف ملف كامل شامل مؤثر على بعضه الإصابات مع الشخصية مع الجدية مع الثقافة فيه لعيبة كويسة جدا ما نجعيش في الأهلي لأن الثقافة كانت تنقصها ثقافة الملعب ثقافة التعامل ثقافة الحياة ثقافة إدارة الموهبة والثقافة هنا مش الشهادة إنما فيه ناس كده بي عنده فلسفة في حياتها بتحركها إزاي ده بينجح بي عنده رؤية اللي عنده رؤية واللي عنده توضع إزاء المسئولية واللي عنده تقدير للخطوة اللي هو أخداء وشايل همها وعنده احترام للجماهير اللي منتظرة منه لأن خلي بقى لك ما فيش أخطر من حسن التوقع أو حجم التوقع إن الناس مستنية بقى فلان فلان يجي ما تشوف عيعمل إيه إذا كنا نحن بسنينة ده بخبراتنا دي شايلين هم الحتة دي الناس متوقع منك إيه اللي هيكسبك فلان تكون عند حسن ظنه بمزيد من الجهد والتركيز وسعي الدقوب إنك تعمل شغلك صح فالملامح الشخصية لا مهمة مهمة جدا ده كلام مهم جدا وشوفنا كل الأجواء من بريتوريا